تعزيز وصول الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى الخدمات القانونية في إطار حزمة الخدمات الأساسية هو الهدف الأساسي لمؤتمر مناهضة العنف ضد النساء والفتيات الذي نظمته جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ومركز شؤون المرأة ضمن برنامج حياة المشارك في الضفة وغزة هذا البرنامج انطلق في فترة ثلاث سنوات متواصلة بشراكة بين مؤسسات حكومية بالإضافة لمؤسسات مجتمع مدني وهيئات خمس هيئات من الأمم المتحدة ويقاد من هيئة المرأة في الأمم المتحدة تعامل هذا البرنامج مع نساء معنفات ونساء ناجية من العنف بهدف إحداث انحراف إيجابي لدى النساء باتجاه تطوير قدراتهن المؤتمر النظم ضمن العديد من الحملات والمبادرات التي نفذتها الجمعية والمركز وتضمنت رسائل مكتوبة ومصورة تطالب صناع القرار بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف نعمل بجهود مكتفة مع شركائنا في الوزرات والمجتمع المدني مؤسسات المجتمع المدني حول تحسين وصول النساء إلى خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي خدمات ذات جودة نعمل معهم على رفع مستوى هذه الخدمات من خلال بناء قدرات مقدمي الخدمات وبنفس الوقت نعمل على رفع وعي النساء في المجتمعات حول وجود هذه الخدمات البرنامج تبع منهجية التعرف على النساء الناجية من العنف المبني على النوع الاجتماعي وتعزيز قدراتهن على تبادل خبراتهن بشكل إيجابي إضافة إلى تشكيل منتدى السيدات الناجية من العنف من أجل بناء التحالفات للضغط والمناصرة عن طريق المرشدات رشحوني إلى برنامج قائدات حياة من خلاله تعلمنا أنه مقدر نساعد النساء اللي بيخوضوا التجارب اللي احنا جربناها جمعية المرأة العاملة تسعى إلى بناء قدرات النساء المعنفات وتحفيزهن للقيام بأدوارهن الإيجابية مع النساء الأخريات ليصبحن مرجعا ومصدرا مجتمعيا للنساء المعنفات اشتركوا في القناة